الحياة من أجل تحياها بخير عشبه من غير تلقى دنيا غير لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين كلمة يوسف عليه السلام التي قالها لإخوته حين دخلوا عليه بعد أن رموه في البئر وحرموه من أن يرى أباه 18 سنة أو أكثر بعد أن فعلوا ما فعلوا رد عليهم يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم يا إخوتي لن أغضب عليكم يا إخوتي لن أقتص منكم يا إخوتي اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء كلمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قالها لكفار قريش بعد أن آذوه وعذبوه حين سألهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء والله أعجب لمن يغضب ويصرخ وقد يضرب المسكينة على وجهها لا لشيء بسببي إلا لقرصة ملحي هل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الإيمان؟ مثل جزائري يقول تكبر وتنسى وأنا أقول اليوم تموت وتنسى تموت وتنسى من أغضبك تموت وتنسى من خاصمك تموت وتنسى من عاديت ولكن سيبقى أمر واحد سيبقى ماذا فعلت بمن أغضبك؟ ماذا فعلت بمن خاصمت؟ ماذا فعلت بمن عاديت؟ أن تسامح يعني أنك تؤمن أن هذه الدنيا صغيرة بسيطة حقيرة لا تساوي شيء وأن الحياة الحقيقية والمتعة الحقيقية والهناء الحقيقي هو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للعافين عن الناس والله عجيب أمر من لا يغفر وينتظر أن يغفر له من لا يرحم وينتظر أن يرحم من لا يسامح وينتظر أن يسامح فاغفر وارحم وسامح فأنت الرابح الحياة من أجل تحياها بخير عش هموم الغير تلقى دنيا غير